لو نفسك تعمل فيديوهات ذكاء اصطناعي بجودة عالمية ببلاش ومن غير اي خبرة الفيديو ده معمول عشانك انا هعلمك ازاي تسبق كل الناس بخطوطين وتعمل فيديوهات محترفة بالذكاء الاصطناعي اقوى من V3 وKilling AI وبالموبايل او اللابتوب من غير ما تدفع ولا جنيه في الفترة اللي فاتت اغلب المواقع اللي بتعمل فيديوهات ذكاء الاصطناعي قفلت الفري كريديت يعني لازم تدفع علشان تجربها V3, Minimax, Killing كله بقى بفلوس بس النهاردة جايب لكم موقع جديد اسمه C-Dance معمول من شركة ByteDance اللي هي اصلا وراء تيك توك والموقع ده طالع الصاروخي ومجاني فقبل ما يبقى بفلوس يلا بنا اعرفك ازاي ممكن تستخدم C-Dance في عمل فيديوهات احترافية بالذكاء الاصطناعي اول خطوة هنعملها هو ان احنا هنفتح متصفح جوجل سواء من لابتوب او الكمبيوتر او الموبايل وهنجي هنا في المتصفح البحث وهنكتب Dreamina AI وهندوس Enter هيفتح معاك هنا الرابط الاولاني ده Dreamina هنضغط عليه هيفتح معنا الصفحة دي هتظهر لك الصفحة بالشكل ده اول حاجة المفروض نعملها هو تسجيل حساب في الموقع فنروح هنا نضغط على Sign In عشان نسجل دخول وهنجي هنا نضغط على العلامة دي الصغيرة دي Sign Up ونضغط تاني على Sign In فهيجي هنا يقولك سجل دخول باستخدام جوجل او تيك توك او فيسبوك او اي ايميل تاني حتى لو ايميل مؤقت او بكاب كات انا اختار Continue with Google او ممكن اختار اي ايميل تاني هضغط على Continue with Google وبعد كده هيجيب لي هنا الاختيار على طول يفتح لي الموقع بالحساب اللي انا عملته عمل لي هنا حساب بالايميل بتاعي كل ما علينا هنعمله هنروح هنا في الصفحة الرئيسية طبعا جايب لك هنا بعض الصور والفيديوهات اللي تم انشاءة بالاستخدام الموقع طبعا الموقع بيعمل تصميم قوية جدا من ضمن الحاجات الموجودة طبعا عندك والايفيديو والايفيديو والايفيات وحاجة اسمها عشان تبدأ تصمم فيديوهات او تنشئ فيديوهات باستخدام الموقع هنروح نضغط على كريات كريات يعني انشاء هنلاحظ هنا فيه عندنا تحت عاجة اسمها الاي اي اي اميج لو ضغطت عليها بالشكل ده هتلاحظ هنا ان هو جايب لك الاي اي فيديو ولكن مقفولة وده معناه ان انت مش هتقدر تستخدمها لان هو بيقول لك كامينج سون وهنا السر بقى ان انت تقدر تستخدمها ولكن لو عملت في بي ان وده معناه ان الموقع مش موتاح في كل الدول بس هنهارفك ازاي تعمل الفي بي ان عشان تقدر تستخدم الموقع هنعمل تجربة بسيطة جدا عندك على المتصفح الخاص بك لو انت بتستخدم كروم ولو انت هتستخدم اي متصفح تاني او اي تطبيق او هتستخدمه من الموبايل فانت بنفس الطريقة تقدر تنزل برنامج او تطبيق في بي ان عشان تقدر تدخل على الموقع او تستخدمه بالشكل المناسب هجي هنا هضغط في البحث وهبحث عن بلانت في بي ان اكستنشن هيفتح معي الصفحة دي وهجي هنا هضغط على كروم ويب ستور اللي فيها الفري في بي ان بروكسي بلانت هضغط عليها بالشكل ده وكده بعد كده هجيب لي هنا يقول لي هضغط على وهضغط بعد كده على على طول هنا هو اضاف لي هتلاحظ ان هي ظهرت هنا كمان نقدر نضغط على الدبوس ده عشان تظهر معنا هنا وبعد كده هضغط عليها بالشكل ده هضغط على بعد كده هختار بلد تانية دي متاح فيها وبعد كده تلقائيا هو خلاص هيشتغل على البلد دي فهرجع تاني لموقع بتاعي بعد ما زبطت كل الخطوات دي هرجع تاني للصفحة دي وهعمل كليك يمين ريلود او اعمل ريفريش للصفحة تلقائيا هيفتح معي الصفحة بالشكل ده وهنا طبعا هيجي لي اي رسال هقفلها تعال نرجع تاني ضغط على ال اي 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 اميج هيظهر لك هنا ال اي اي فيديو متاحة بالشكل ده مجرد ما تضغط عليها اصبح عندك هنا تقدر تستخدم فيديو سري ويه هنا طبعا عندك الابعاد تقدر تتحكم فيها وتختار اي بعد انت عايزه بالاضافة عدة الثواني اللي بتوصل معاك لعشر ثواني عندك طريقتين تقدر تعمل بهم الفيديو الطريقة الاولى وهي عن طريق كتابة وصف او برومت تقدر تحوله لفيديو والطريقة التانية عن طريق اضافة صورة كريفرانس ايميج تقدر ان انت تحولها لفيديو هنجرب مع بعض اول طريقة وهي كتابة نص وتحول الفيديو وبعد كده نشوف النتيجة عاملة ازاي البرومت اللي انا بجهزه عبارة عن قائد بحري قديم يرتدي ملابس مغامرات كلاسيكية تشمل معطف طويل وكبعة كبيرة واغضاء على احدى عينيه يكوتس كوتر بسرعة كبيرة في وسط مدينة مزدحمة مليئة بالمباني الشاهقة والسيارات المسرعة شعره ومعطفه يتطيراني مع الرياح ويبدو عليه الحماس والتركيز المشهد يبدو كمغامرة سريعة مليئة بالاضواء والسرعة وفوضى المدينة وهنا طبعا دي النسخة الانجليزية الخاصة بالبرومت هاخد النسخة الانجليزية كوبي وهروح دلوقتي للموقع بتاعنا السيدانس او دريمينة وهاجي هنا في المستطيل ده هضيف الوصف بتاعنا بالشكل ده وطبعا هنا تقدر تختار البعد اللي انت عايزه انا اختار البعد 16 لتسعة وبعد كده هضغط على جينوريت عشان يبدأ يعمل لي الفيديو تعال بقى نشوف الفيديو بتاعنا طليها معانا ازاي هنضغط على الفيديو بالشكل ده طبعا هنا الفيديو هتلاحز ان هو جودية كويسة جدا وزي ما احنا شايفينها كورسان راكب هنا موتسيكل او سكوتر وماشي بسرعة عليها في مدينة بالشكل ده الفيديو تحس ان هو انت جايبه من فيلم سينمائي يعني مش مستحيل نقول ان ده معمول زكيز صناعي نقص بس شوية مؤثرات على شوية حركات هيبقى حاجة جامدة جدا وزي ما قلتلك لو وانت مثبت الشخصيات هتبقى حاجة تحفة جدا ان انت ممكن تعمل فيديو كامل بادوات الذكية الاصطناعية الطريقة التانية معانا وهي طريقة او ان احنا نضيف صورة ونطلب الموقع ان هو يحاولها لنا للفيديو هنيجي هنضغط على علامة الزائد دي واختار مسلا اي صورة من عندي دي صورة لراجل عجوز فلاح راكب جرار وبيحرث الارض وهنا هضغط عليها هضغط على اوبن بالشكل ده هنا مفروض ان انا اكتب وصف الصورة وصف الصورة ده انت بتوصفه بنفسك ان انت مثلا رجل فلاح راكب جرار بيسوقه وبيحرث الارض انا هنا كنت مجهز الوصف هنا ان هو فلاح مصري بسيط يرتدي يجي الباب رمادي وعمامة بيضاء يقود جرار زراعي احمر يحرث الارض وسط الحقول اه وسط حقل اخضر واسع يمتد على مد البصر تاعة كسما اللي محي تاعب السنين والجد في العمل بينما يسير بالجرار بين المحاصيل والنباتات تحت سماء ظافية مهم جدا ان انت تكون عندك ترجمة بالانجليزي علشان تقدر تضيفها للموقع ولو انت مش عارف ازاي تترجم فطبعا بكل بساطة انت بتضيف الكلام بالعربي لموقع زي او اي شاتبوت وتطلب منه ان هو يترجمه لك اللغة الانجليزية بعد كده حد الكلام ده كوبي وبترجع تاني لموقع سيدانس او موقع ديريميلا وهنيجي هنا نضيف له البرومت بالشكل ده او الوصف وبعد كده بنشوف باقي التفاصيل اللي احنا عايزينها طبعا هو هنا هيعتمد على الابعاد اللي انت ضفتها للصورة فمش هيعدل عليها وتختار المدة اللي انت عايزها مسلا نختار عشر ثواني وبعد كده نضغط على انشاء عشان يبدأ دلوقتي ينفز لنا الفيديو بتاعنا هنا الفيديو خلص معنا بالشكل ده لو ضغطنا عليها هيفتح معنا صفحة اكبر هتلاحز هنا ان الفيديو كويس جدا الحركة بتاعت الفيديو سالسة فاش اي مشاكل وبصراحة الجودة انا شايفها ممتازة جدا ومعمل معنا عشر ثواني طبعا بالطريقة ديت لو انت عندك صور مختلفة ولكن بنفس الشخصية فانت ممكن تعمل فيديوهات متواصلة للشخصية واحدة يعني نقدر نثبت الشخصية في كل الفيديوهات ودي حاجة انا ممكن اعلمها لك بس في فيديو تاني لان هي ممكن تاخد شرح اطول شوية هتلاحز هنا عندك على اليمين في حاجة اسمها ودي معناها ان انت ممكن تخلي جودة الفيديو تكون اعلى من كده يعني تكون بجودة اتش دي لو ضغطت عليها هيبدأ ان هو يعمل لك الفيديو بحيس ينظهر معاك بجودة اعلى وطبعا تقدر ان انت تحمل الفيديو عن طريق الضغط على كلمة داونلود او ايكونة داونلود مجرد ما تضغط عليها هيحمل معاك الفيديو عندك على الجهاز في حاجة كمان هنا اسمها ودي لو ضغطت عليها فانت هنا بتطلب منه ان هو يعمل لك ساوند تراك او يعتمد على الحركة في الفيديو ودي لو انت ضغطت عليها هنا هيبدأ ان هو يعمل ساوند تراك للفيديو عارف انك ممكن تقول لي ان في مشكلة ان الفيديوهات دي مش بتتكلم زي هل في طريقة ممكن ان نخلي الفيديوهات دي تتكلم اي كلام احنا عايزينه هجرب معاك طريقة بكل بساطة تقدر تعملها عشان تخلي الفيديو بتاعك يتكلم اي لغة انت عايزها اول حاجة هتروح على جوجل وهتكتب في البحث جوجل اي اي استوديو هيفتح معاك الرابط ده تضغط عليه هيفتح معاك الصفحة دي على طول هنا هيسجل دخول بالحساب الجيميل الخاص بك وهنروح هنا نختار هنضغط عليها بالشكل ده ودي اداة كنت شرحتها قبل كده بنقدر ان احنا نعمل من خلالها اي تعليق صوته احنا عايزينه وميزتها ان هي مجانية تماما اول حاجة هنعملها احنا هنروح نضغط على وهنختار ده بيكون احسن في عمل الاصوات وهنا طبعا هنعمل صوت واحد فهنختار وهتيجي هنا هتلاحظ ان فيه هنا اللي موجودة عندك في الموقع هتضغط على اي صوت عشان يكون مناسب ليك انا محتاج الصوت يكون مناسب لشخصية الشخص او الشخصية الفلاح فمحتاج الصوت يكون كبير شوائق فهبدأ ان انا اسمع كل الاصوات لحد ما لاقي الصوت المناسب بصراحة شاف ان ده ممكن يكون صوت مناسب وكوي فاختار الصوت ده وهاجي هنا هكتب الكلام اللي انا عايزه اي كلام انت عايز بقى تكتبه هتكتبه بالشكل ده مثلا هكتب الزراعة دي فن ومش اي حد يزرع الارض او يحرزها لازم يكون عندك خبرة وبعد كده هضغط على الرن عشان يبدأ يعمل الصوت بالشكل ده اول ما يعمل الصوت هيظهر عندك الصوت هنا هتضغط على تشغيل الزراعة دي فن ومش اي حد يزرع الارض او يحرثها لازم يكون عندك خبرة الصوت لو كويس هتضغط على تلات نقط دول وبعد كده هتضغط على داونلود وتحمل الصوت وبعد كده هنروح لموقع تاني هنروح على جوجل تاني وهنكتب في البحث دريم فيس وهنجي هنا نضغط على اول رابط هيحولنا على موقع دريم فيس بنفس الطريقة لازم نسجل حساب في الموقع الموقع ده بصراحة ليه استخدامات كتير جدا يمكن تكون شرحته قبل كده هو بيديك اتنين كريديت يوميا تقدر تعمل من خلالهم فيديوهين فاللي احنا هنعمله ان احنا هنسجل حساب في الموقع باستخدام حساب جوجل خاص بينا بنفس الطريقة اللي احنا سجلنا بها قبل كده يعني هنضغط على لوج ان او ساين اوب وبعد كده هنختار حساب جوجل او اي ايميل تاني عندنا انا هنضغط على ايميل جوجل عشان يفتح لي حساب على طول في الموقع بعد ما اختار الايميل بتاعي هنروح هنا على photos and videos وهنضغط على المربع ده وهكذا نضغط على upload videos وهنختار الفيديو اللي احنا عايزين نضيف له الصوت وبعد كده هضغط على open هيبدأ دلوقتي انه هو يعمل uploading للفيديو عشان يظهر عندي هنا في المكان ده بالفعل هنا هحمل الفيديو بتاعي وبعد كده هروح اضغط على audio واعمل upload بس المرة دي هعمل upload او هعمل تحميل للصوت اللي انا عملته هضغط على upload audio or video واختار choose from device او upload from device وهجيب الصوت اللي انا عملته واضغط على open هيضيف لي هنا الصوت بالشكل ده تقدر تسمع الصوت اللي انت عملته الزراعة دي فن ومش اي حد يزرع الارض او يحرثها لازم يكون عندك خبرة بعد ما تتأكد انه الصوت مظبوط هنضغط على generate عشان يبدأ دلوقتي انه هو يركب الصوت اللي احنا عملناه على الفيديو وتظهر معنا النتيجة بالشكل ده تعالا بقى نشوف النتيجة بتاعتنا طلعت معنا ازاي هنضغط على الفيديو بالشكل ده هيفتح معاك الصفحة دي وتجي هنا تضغط على علامة الصوت وتبدأ ان انت تشغل الفيديو الزراعة دي فن ومش اي حد يزرع الارض او يحرثها لازم يكون عندك خبرة انا شاف ان النتيجة كويسة قدر انه هو يخلي الرجل يتكلم من نفس الكلام اللي احنا قلناه ولو انت رجعت تاني هنا للمكان ده هتضغط على علامة التنزيل فهتقدر تحمل الفيديو وتقدر ان انت تستخدمه عادي ودي كانت الطريقة اللي قدرنا ان احنا نعمل بها فيديوهات باستخدام سيدانس وقدرنا كمان ان احنا نحول الفيديو من فيديو صومت لفيديو متكلم بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها دلوقت لو عايز تتعلم اكتر عن استخدام ادوات الزكاية للصناعية هتدخل عندي في القناة اللي هي فيديوهات كتيرة جدا هتفيدك انك تتعلم ازاي ان انت تنشئ محتوى باستخدام الزكاية للصناعية وازاي ان انت تستخدم ادوات الزكاية للصناعية في حياتك اليومية والعلمية والعملية لو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتسيب لي رأيك في تعليق ولو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقت وفعز الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم